موسيقى حيث أشرف رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد عبد المجيد تبون اليوم بمقر المحكمة العليا على مراسم افتتاح سنة القضائية الفين واربع وعشرين الفين وخمس وعشرين وكان في استقبال سيد رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى مقر المحكمة العليا وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة والرئيس الأول للمحكمة العليا طهر ماموني وأعضاء من المحكمة العليا ومجلس الدولة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد عبد المجيد تبون أخذ بالمناسبة صورة جماعية مع وزير العدل حافظ الأختام الرئيس الأول للمحكمة العليا وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء يسعدني أن ننتقي اليوم بمناسبة افتتاح السنة القضائية وهي مناسبة نكرس فيها بعن تقليدا سنويا يعبر عن نبل رسالة القضاء ومكانة السلطة القضائية المستقلة الصاهرة على حماية أسس الحق والقانون في جزائر استكبرت بناء منظومتها القضائية الجمهورية محصنة بثقة الشعب وقوية بالنساء والرجال المخلصين النزهاء ومنهم أنتم سادة القضاء أدد التزامي أمام ممتلي سلك القضاء والأسرة القضائية على حل كل المشاكل المطروحة للقاضي وفي أداء مهمه وفي حياته الشخصية مع أبنائه ليتفرغ كليا لممارسة مهنته وأؤكد مرة أخرى أننا سنظل نسير على نفس النهج لتسخير المزيد من الإمكانيات وتوفير كافة شروط المهنية والاجتماعية للسيدات والسادة القضاء من أجل عدالة مستقلة ونزهة بأن في ضرف صعب مرت به البلاد كانت فيه العصابة من خلال أبواقها في الداخل وفي الخارج تسمم الأوضاع تأثيراً على المسيرين النزهاء في هذا البلاد وصل بهم الحد إلى القول لو تمضي أي وثقة ستجد نفسك في الحراش وكان صعب إقناع المسيرين بأن لهم الحماية المطلقة من طرف الدولة ومن طرف العدالة شرط أن يكونوا نزهاء ونحن نعرف أن أغلبهم أغلبية ساحقة نزهاء والدة كنت خذية قرار ومنشور رئاسي لربما ما هوش تجني على العقوبات ولكن لتفسير بعض الأوضاع أن الموظف والمسير له الحق في الغلطة مثل ما قوله الإدارية وسوء تقدير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر